هلا حبايبي بتمنى لكل يكون بخير اليوم راح نعمل توقعات الجدي مرحبا يا برج الجدي إذا كنت في القناة تضغط على زر الاشتراك وإذا كنت تقديم يعني وكمان تضغط على زر الجرس من شان يصلك كل جديد وإذا كمان كنت يعني قادم معايا في القناة تضغط على زر الاعجاب وتخليلي في كومنت تكتبلي في الكومنت إذا القرعت مشت معك وبنسبة كام حبايبي وإذا بدكم يعني عملت توقعات أخرى يعني يعني باختار حجر أو بالأحرف أو بالعشريات أوكي أوكي برج الجدي أوكي حبايبي هلا راح نشوف الجدي الجدي اللي بصراحة بصراحة الجدي اللي صعب يعني أول شي راح نشوف العطف وبعدين المال الجدي اللي صعب يعني يحب يحب حدا بصراحة الجدي اللي بصراحة ما بيوثق كتير في الناس يعني لازم موت تعمل منشان يعني مد طويلة شوي منشان يثق في إنسان ما وبيشك كتير بغار وخيو حبايبي هلا راح نشوف الجدي وخيو حبايبي هلا راح ناخدها هي تاقسك أو لا ما راح أخدها وكي 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 ليش ياريتني أخذ تاقة اللي كانت قبلها أفرنا تكامل الورق إنه تلعتلي تاقة بتتكرر بصراحة حبايبي هلا راح أخذ كمان كروت لتاقتر أخذتها أخذ التوضيحات وكي حبايبي وكي 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 ثمانكم راح يتزوج لأنه طلع علي كارت الزواج أو حدا بيفكر أنه يعمل بيت أو يتزوج في تاقتكم حبايبي بس أول شي طلع اللي راح أخذ أول شي طلع اللي افتاقتكم افتاقتكم يعني حزن بكاء بكاء على الأطلال زي ما بنقول يعني على الأشياء اللي ماضت على الأشياء اللي راحت ليش يا بر الجديد ليش بس الكروت الثانية بتبشر بصراحة بالخير أوكي هي تاقتكم يعني تاقت حزن اكتئاذ أفكار باللين يعني باللين لما تجي تنام لما تجي تنام يعني بحس كأنك لما تجي تنام عندك الإرهاق الأرق الأرق عصا حبايبي يعني ما بتقدر تنام باللين بشوف كمان رح تستشفي رح تستشفي من هالأشياء والتعلق ما رح يبقى وكمان فيكم اللي رح يتزوج أو رح يجيك عرض الزواج أو بتفكر أنك تقدم عرض الزواج أوكي حبيبي كمان يعني رح يموت شيء شيء كان مو حلو في الماضي ورح يموت ورح ينبني شيء جديد ورح تجيك فرصة جديدة أو رح تقدم عرض جديد لإنساننا رح يموت للأشياء السيئة والأفكار السلبية رح تموت وما رح تبقى ورح تشوف كمان الحد والكارما لجانبك شوفها عندك كارما بصراحة بمشوف أكثر وما بمشوفها وحشة وح تكون كارما حلوة بشوف حد بصراحة الحد بجانبك فيها وممكن تتلاقي توقام روحك توقام روحك ممكن تلاقي توقام روحك في هالشهر حبيبي يعني برج ومanswersource قد اجعل توقام روحك وانك مرتبط وانك عيونك مغماضاء لن توقف توقف تقول لن توقف 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 وتوقف وتوقف توقف 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 تقين وذلك وان للظامر توقف 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 وان question لكي تلقي الشخص المناسب سيجوك عرض كثير بس واحد فيهم اللي رح يكون مناسب لازم تصب الاختيار ممكن هذا الانسان اللي رح يكون مناسب ممكن يكون برج ترابي اكتر شي يعني تور او جدي او عذراء كمان بشوف لازم تجلس مع روحك لازم تجلس مع روحك الاولوية وتريح نفسك وتنام انك لا يشعر انك لا يتنام كثير يعني عندك العرق يعني عندك العرق لما تجي اليل وتنام ما تقدر تنام عقلك يخدم يخدم يشتغل 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 ما عم يوقف يعني يفكر 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 وانا بصراحة بعرف ان برج الجدي على طول عقله يشتغل ما بيوقف تفكير بصراحة برج الجدي بعدين بعد الاحيان بحسك انك يا برج الجدي يعني ازاي رح قولكم يعني ازاي رح وصل لك الفكرة يعني بتصير اوفر لما تفكر كثير يعني بتكتر من التفكير في درجة انه ما لازم تكسر منه لانه بيرجع على صحتك سلبية اوكي حبيبي بس بحسك انه رح تلاقي توامك وكل شي بس لسه انت باصص عن الماضي ليش؟ لسه باصص عن الماضي هل انتوا عليه حبيبي بشوف كمان انكم هتكونوا مستقرين يمكن لما توصل واحد استقرار مادي منشان هيك انكم حالي ان تحسوا كأنكم مستقرار مادين لانه مستقر بحسك انه مستقر مادين اوكي حبيبي هالشه رح تلاقي سوء مروحك بصراحة سوء مروحك رح تلاقي هالشه بس حاولت تفتح علونك والكارمال صالحك يعني الحد لصالحك مو ضدك لصالحك حاولت تستغل هالشه هيدا الشي اوكي طاقات ترابيه طاقات ترابيه جميع الابراج وطاقات هوايه وبرج الغلو اوكي هلا رح ننوح مانيا حبيبي اوكي هوايه اوكي هيا حبيبي وقع الكروت اوكي هلا رح سوف احبس الافذي وانا اشمع الكروت وانا معكم اوكي هوايه حبيبي وقع الكروت يعني جمعتم. اوكي هلا راح نشوف عمليا عند برج الجدي. شو راح يصير عند برج الجدي? برج الجدي في العمل والمال بسفة عامة. حسك كأنك في العمل راح يجيك مال. راح يجيك مال راح يجيك. يعني قلت لكم انتو وصلتوا لاستقرار مادي. زي ما قلت لكم في الاول يعني انتو وصلتوا لاستقرار مادي. يعني رغم انكم وصلتوا لاستقرار مادي. وبدكم بتتزوجوا. اكتر فيكم يعني ملكة ملكة. بدكم تتزوجوا. لانكم بتحسوا انكم استقرار مادي. بس لسا متحس يعني لسا متمسكين بالاشياء اللي مضتوا بتتحسروا. بتتطلعوا. بتتفكروا يعني ذكريات. بس حبيبي بعد ان كل هالشي راح يجيكم مبلغ من المال. اذا كنتم يعني سلفتوا حدا مال. او حدا راح يأتيكم مال. او انكم راح تترقوا في عملكم. راح يجيكم مال ما. يعني ما كنتوش انتم متوقعين هالمال. راح يجيكم عشا. اذا كنتون يعني شخص ما استلفته. يعني استلف من عندكم ما راح يردهم لك. وممكن يردلك فوقهم اكتر يعني من المال اللي اعطيته. كانان راح تترقى. يعني راح تترقى في منصبك. واللي مش عنده شغل بحث هو راح تيجيه فرصة. بس راح مكتر منيحة بس راح يشتغل. راح يكون في شوية تعب بس في الاخر راح يشتغل بالنسبة للناس اللي مو بيشتغلوا. اللي بيبحثوا عن عمل. حس كأنك في العمل يعني راح تتواصل مع ناس كتير. الناس ممكن مو يكونوا من جنسيتك. من جنسيتك من جنسيتك يعني غير عربية. او من او من عرب. عرب بس دول مختلفة. يعني مو من مدينتك ومو من بلدك. يعني مثل مغرب. راح تتعرف عن واحد لبناني او مصري او فهمتوا عليه حبيبي. او ممكن مصري يتعرف على حدا من مصري حدا يتعرف على واحدة من امريكا واحدة من روسيا فهمتوا عليه حبيبي. هيك يعني هالطاقة. يعني راح تتعرف ناس كتير ممكن مو من جنسيتك او من من بلدك او مو من دينك. ممكن يكون كمال الديانة مختلفة. يعني راح تتواصل هالشهر مع ناس كتير. ورح توصل الى استقرار. في الاخر انك رح توصل الى استقرار مادة. اوكي حبيبي هلأ راح نروح للصحة. اسمحوا لي حبيبي. للصحة. راح نشوف للصحة. صحيا. شو راح يصير مع برج الجديسة حبيبي. زي ما قلت لكم ممكن يكون اكتر شي يعني اختلاف يعني مع شخص ما في الديانة او في المعتقد او في طبقة يعني طبقة المجتمع او. بسراحة يعني. ما بقى من بهاي الفكرة يعني بتاعت. طبقات المجتمعين بصراحة. اوكي. او عقائديا او دينيا او في البلد او في التقافي يعني في اختلاف ما. اوكي. انه وين. هلأ احنا نشوف. اوه. عن يعني على الصحة. بسراحة بشوف ممكن يجيكم تواصل. تواصل اللي راح. يدعلكم. وخليكم. كلام ممكن كلام. اللي خليكم انتو زعلانين يعني انتو ضايقين. جوتكم. متعسبين. متنفزين. ما تعجبكم بعد الحكي راح تسمعوا ما راح يعجبكم. انشان هيك بحسك انكم راح. يصير يوجعكم راسكم. ممكن من هالكلام اللي راح تسمعوا. راح يوجعك راسك. وما راح. ما راح تحب تسمع هالكلام. راح يوجعك راسك. بسراح هايدي الشي اللي بشوف. راح يوجعك راسك. وكمان بشوف منكم. خد بالك يعني مو كتير بس. خدوا بالكم. يعني اللي من برج الجدي. وعنده سيارة. يعني خد بالك اذا تعمل حادثة. حادثة بالسيارة. اوكي. اوكي. بصراح انا بنبهكم ما بيتفايل عليكم. او هيك بس بنبهكم. ميشان تاخدوا بالكم. همتوا علي حبيبي. يعني بصراح هايدي الشي اللي بشوفه. ويا ربنا يبعد عليكم البلاء. وايشي مو حلوي يبعدو عنكم. اوكي حبيبي. هايدي الشي اللي طلع يعني في في الصحة. ايه اللي جديد في القناة. دايمة بقولها. ايه اللي جديد في القناته ياضح على زر الاشتراك. اشتراك واللي قديم يضغط على زر الاعجاب واللي جديد يضغط كمال على زر الاعجاب وبحبكم حبيبي I love you وكتبوا لي في الكومنت إذا القرأت مشت معاكم منسبة كان وقلوا لي إذا توقعت بدكم يعملها كيف يعني وبحبكم حبيبي كثير I love you